في الصحة السعودي نحتاج لمحاصرة الإصابات بكورونا لمدة بين أربعة أشهر وسنة ومن هنا تطرح التساؤلات عن مصير صلاة التراويح فيها الحالم المكين التي ربما قد تغيب هذه السنة ويتساءل كذلك المسلمون عن مصير الحج الذي قد يلغى هذه السنة إذا ما استمرت وهذا ما لا نريده إذا استمرت هذه الأزمة مصر تمنع صلاة التراويح والاعتكاف في رمضان لأول مرة في التاريخ هذا بحسب وسائل الإعلام مصرية أعلنت هذا الخبر اليوم بسبب جائحة كورونا